هذا التمساح دائما جائع يبحث عن الأشياء الكثيرة ليأكلها انظروا هنا لدينا تسع سمكات وهنا ثلاث سمكات أكلت تسعة سمكات لأن عددها أكبر تسعة أكبر من ثلاثة هنا أيضا أكلت ثماني ديكا لأن عددها أكبر من أربعة فاختار أن يأكل العدد الأكبر التمساح الجائع دائما يبحث عن الأشياء الكثيرة ليأكلها دائما عندما يكون لنا العدد الأكبر فإن التمساح يفضله عن العدد الأصغر فيفتح فمه اتجاهه هنا أيضا هذا التمساح الجائع يبحث عن العدد الأكبر هذا يأكل البطات الكثيرة والسمكات الكثيرة التي عددها أكبر هنا أيضا يتحرك ويبحث عن أعداد كبيرة ليأكلها انظروا إليه هنا يتجه نحو البرتقالات الكثيرة ويترك الطماطم لأن عددها أكبر ثلاثة أصغر من أربعة الاتجاه نحو العدد الأكبر دائما ثلاثة أصغر من أربعة هذا التمساح يبحث عن العدد الأكبر ليلتهمه فيفتح فمه في اتجاهه لذلك نجد الرمز في اتجاه العدد الأكبر يكون مفتوحا في اتجاه العدد الأكبر ثلاثة أصغر من أربعة لذلك الرمز اتجاه مفتوحا نحو العدد أربعة هنا أيضا لدينا أربع سيارات وفي الجهة الأخرى لدينا فقط ثلاث سيارات لذلك وجدنا بأن التمساح فتح فمه في اتجاه الأربعة لأنها أكبر من ثلاثة نعم ففتح فمه في اتجاه العدد الأكبر الذي هو العدد أربعة تاركا العدد ثلاثة لأنه هو العدد الأصغر إذن نكتب أربعة أكبر من ثلاثة ونضع الرمز في اتجاه الأربعة مفتوحا في اتجاه الأربعة الأكبر لأن التمساح يفتح فمه في اتجاه العدد الأكبر هنا لدينا خمس حبات من الأقراص والتمساح فتح فمه في اتجاه الخمسة لأن فيها العدد الأكبر تاركا وراءه العدد إثنان لأنه أصغر لذلك فتح فمه في اتجاه خمسة ووضعنا الرمز الأكبر مفتوحا في اتجاه العدد خمسة فخمسة أكبر من اثنان خمسة أكبر من اثنان أدينا هنا موزتان وثلاث برتقالات ماذا سيفضل التمساح؟ نعم سيفضل العدد الأكبر الذي هو ثلاث برتقالات وسيترك الاثنتان وراءه من الموزي هكذا نضع اثنان أصغر من ثلاثة أصغر من ثلاثة فالرمز أصبح مفتوحا في اتجاه العدد ثلاثة لأنه هو العدد الأكبر هنا لدينا ثلاث كرات ولدينا ثلاث إجاصات إذن التمساح سيحتار أي الأشياء سيلتهم التمساح لم يفتح فمه لأن العددان متساويان في هذه الحالة سنكتب الرمز تساوي فثلاثة تساوي ثلاثة ضع علامة أكبر أو أصغر أو تساوي مكان النقط لدينا ثلاثة سلاحفة ودعسقة واحدة ما هو العدد الأكبر هل عدد السلاحف أكبر من عدد دعسقات ثم لدينا قلمان ودبان ما هو الرمز المناسب هنا ثم لدينا ثلاث تفاحات وموزتان لذلك عدد السلاحف أكبر من عدد الدعسقات وعدد الأقلام يساوي عدد الدبابة وعدد التفاحات يساوي عدد الموزي هنا أيضا أضع الرمز في المكان المناسب لدينا برتقال واحدة وبرتقالتان وثلاث حبات من الفراولة مع ثلاث حبات من الفراولة ثم لدينا حبتان من الأناناس مع ثلاث حبات من الأناناس وبالنسبة للتمر الأخير ثلاث إجراصات وإجراصة واحدة إذن نقارن بين هذه الأعداد من الفواكه نشاهد ونضع الرمز المناسب في الخانة المناسبة إذن حبة واحدة من البرتقال أقل من حبتين إذن نقول واحد أصغر من إثنان ثلاثة من الفراولة تساوي ثلاثة من الفراولة أيضا حبتان من الأناناس أقل من ثلاث حبات فنضع الرمز أصغر وثلاث إجراصات أكثر من إجراصة واحدة لذلك نضع الرمز أكبر الآن أستعمل الرمز المناسب مكان النقاط لدينا تساوي وأكبر وأصغر ثلاثة نقارنها مع خمسة وستة نقارنها مع تسعة وأربعة نقارنها مع واحد وتسعة نقارنها مع ثمانية نفكر ونبحث عن الرمز المناسب نكتبه في المكان المناسب إذن ثلاثة أصغر من خمسة ستة أصغر من تسعة أربعة أكبر من واحد تسعة أكبر من ثمانية تسعة أكبر من خمسة